موسيقى السلام عليكم العشر مساء في مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان أهلا بكم ونستهل النشرة بالعناوين جلالة السلطان المعظم يتلقى برقية تهنية من المفتش العام للشرطة والجمارك بمناسبة يوم شرطة عمان السلطانية في حديث تلفزيوني لبرنامج هذه أمريكا والعالم مع اليوسف بن علوي يؤكد أن السلام هو فلسفة السياسة العمانية وشراكتنا تقوم على الصداقة مع الآخر دون التدخل في شؤون الغير أو السماح بالتدخل في شؤوننا موسيقى مع اليوسف بن علوي يؤكد أن جواب السلطنة حول قضية السلام في الشرق الأوسط هو التعايش ونشر مبادئ السلام وحل الخلاف بين جميع الأطراف موسيقى سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى السلطنة يؤكد أن قيادة جلالة السلطان الحكيم استطاعت أن تكون وسيطا فاعلا في حل العديد من قضايا المنطقة ويؤكد على عمق العلاقة التاريخية بين السلطنة والولايات المتحدة موسيقى وفي أخبارنا الاقتصادية نتابع نفط عمان يرتفع دولارين واربعين سنتا يبلغ خمسة وخمسين دولارا واثنين وسبعين سنتا للبرميل موسيقى وتتابعونا في الأخبار الرياضية غدا ننطلاق نهائيات كأس أمم آسيا بلقاء صاحب الأرض المنتخب الإماراتي بشقيقه المنتخب البحريني موسيقى أهلا بكم وإلى التفاصيل تلقى حضرة صاحب الجلال السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعى برقية تهنئة من معل الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك بمناسبة يوم شرطة عمان السلطانية الموافقة الخامس من يناير فيما يلي نصها مولايا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى حفظكم الله ورعاكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يشرفني ومنتسب شرطة عمان السلطانية أن نرفع لمقامكم السام الكريم أزكى عبارات التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة الخامس من يناير يوم شرطة عمان السلطانية داعين الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة والمناسبات السعيدة على جلالتكم بموفور من العافية والسرور وعلى عمان وأهلها بدوام الخير والنماء مولايا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم تحتفل شرطة عمان السلطانية بيومها السنوي المجيد وقد حققت بعون الله عز وجل وبفضل التمكين والدعم والمتابعة المستمرة الدقيقة لمهامها وأعمالها من لدن مقام جلالتكم السامي حفظكم الله ورعاكم مستويات متقدمة في مؤشرات قياس الأداء في كافة المجالات وقد حازت وهي تترجم توجيهاتكم السديدة على رضا جمهور السلطنة عامة واثقتهم بخدماتها وكسبت تعاونهم الكبير معها والحمد لله مولايا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم إن أبناءكم منتسبي شرطتكم وهم يحتفلون بيومهم السنوي ليعمهم السرور والسعادة أن وفقهم الله تعالى في الوصول بأعمالهم ومهامهم إلى هذه النتائج المشهودة من الإيجادة ويعملون جاهدين على الارتقاء بها إلى مستويات أفضل بعون الله هدفهم الدائم المحافظة على المنجزات العظيمة لوطنهم وخدمة أهله الكرام حفظكم الله مولاي المعظم وأسبغ عليكم نعمة ومتعكم بموفور الصحة والسعادة وكل عام وجلالتكم بخير هذا وتحتفل شرطة عمان السلطانية يوم غد بيومها السنوي وسط تحقيق منجزات في كافة مجالات الشرطة الخدمية والأمنية وخلال العام المنصر محتفلت الشرطة بافتتاح عدد من مبانيها الحديثة في مختلف ولايات السلطنة وتطوير وتحديث الخدمات الإلكترونية مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بمناسبة يوم شرطة عمان السلطانية الخامس من يناير نستعرض معكم أهم تحقق من منجزات خلال العام 2018 تواصل شرطة عمان السلطانية تحقيق أهدافها بخطة ثابتة في كافة مجالات الشرطة الخدمية والأمنية تمثلت بافتتاح عدد من مباني الشرطة الحديثة كالقيادات الجغرافية ومراكز للشرطة ومباني للخدمات ووحدات للبهام الخاصة ومنافذ حدودية وفي مجال تطوير الخدمات بشرطة عمان السلطانية تم التوقيع على اتفاقية لتوريد معدات حديثة لتطوير منظومة التفتيش الجمركي في منافذ السلطنة البرية والبحرية واتفاقية لإنشاء قاعدة بيانات انتصمت الوراثية يقين الخدمات الالكترونية حظيت بالتطوير والتحديث حيث تم خلال عام 2018 إضافة تحديثات جديدة على تطبيق شرطة عمان السلطانية الالكتروني كخدمة التصديق الالكتروني والإبلاغ عن الوثائق والاستفسار عن حالة طلب التأشير وفي ذات المجال حققت شرطة عمان السلطانية جائزة أكثر تطبيق للأجهزة الذكية في القطاع الحكومي وجائزة أفضل مشروع تكاملي بيان ضمن جائزة السلطان قابوس الإجادة في الخدمات الالكترونية وكإنجاز يضاف إلى شرطة عمان السلطانية في العام 2018 حصولها على المركز الأول عربي والخامس عالميا في تقرير التنافسية العالمية وفقا لمؤشر الثقاء الذي يصدر عن المنتد الاقتصادي العالمي والذي صنف السلطنة أيضا الأولى عالميا في مؤشر الخلوء من الإرهاب بفضل الاستقرار السياسي والأمني للسلطنة الجانب المروري في العام 2018 صدرت اللايحة التنفيذية المنظمة لقانون المرور الصادر بالمرسوم السلطاني السادس والثلاثين على 2016 كما عززت الإدارة العامة المرور خدمتها خلال العام 2018 بإضافة خدمة المركز المتنقل لتقديم الخدمات المرورية في الأماكن العامة كما توضح الإحصائية المرورية للعام 2018 انخفاض مؤشر الوفيات مقارنة بالسنوات الماضية وفي مجال العمل الجنائي حققت الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية نتائج جيدة في خفض نسبة الجرائم المقلقة للراحة العامة نسبة تقدر بحوالي 22% عن العام 2017 أما في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية توضح مؤشرات الإحصاء نتائج انخفاض بنسبة 8% عن العام 2017 العمل الجمركي دشنت الإدارة العامة للجمارك في العام 2018 المحطة الواحدة للتفتيش بمطار صلالة وذلك بالتكامل مع نظام إدارة المخاطر بنظام بيان هذا كما أنضمت الإدارة العامة للجمارك إلى اتفاقية النقل البرية الدولي المعروفة بالتير والتي بمجابها يتم تسهيل عملية انتقال بضايع من دولة المصدر إلى دولة المقصد واستحدثت نظام المستودعات الاستثمارية الجمركية معلقة الضريبة والمشغل الاقتصادي المعتمد كتسهيلات جمركية تسهم في تعزيز موقع السلطن اللوجستي من الخدمات خفر السواحل في العام 2018 تم تزويد قيادة شرطة خفر السواحل بعدد من الزوارق السريعة التي كان لها الأثر الجيد في عملية مكافحة التسلل والتهريب أما في مجال الرياضة حقق فريق قيادة شرطة مهام الخاصة للكراتي المراكز الثلاثة أولى في رياضة القتال كومتي كما حقق الفريق المركز الثالث في رياضة القتال الكاتة وظالك ضمن منافسات بطولة السلطنة الحالية عشر للكراتي دمتم في أمان أكد مع علي يوسف بن علوي الوزير المسؤول عن شؤون الخارجية أن فلسفة السلطنة السياسية تقوم على مذهب السلام مع الأمم المحبة والمؤمنة بالسلام والنعمان لا تتدخل في شؤون الغير ولا تسمح للغير أن يتدخل في شؤونها جاء ذلك في حالث مع علي لبرنامج هذه أمريكا والعالم الذي أنتج خمس حلقات عن السلطنة تناولت سياستها الخارجية وثقافتها بالإضافة لاقتصادها واستثماراتها وسياحتها وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ويبث البرنامج عبر العشرات من القنوات التلفزيونية الأمريكية والعالمية موسيقى إذن ماذا تقول عن فلسفة عمان؟ السلام والسلام لكل الأمم التي تشاركنا معنا السلام ولكل أمة الحق في أن تعمل بالنظام الذي يتواءم معها حيث أن هناك حدودا لا تستطيع أي دولة أن تتعدها ونحن لا نتدخل في شؤون الدول الأخرى كما أننا لا نقبل أن يتدخل أحد في شؤوننا نحن نعمل مع الغير على تكوين الشراكات والصداقات رئيس الوزراء الإسرائيلي كان هنا كيف ترى هذه الزيارة؟ وكيف ترى بقية الدول العربية هذه الزيارة؟ نعم كان هنا وأعتقد أن لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي مشاكل يواجهها مع العقلية العربية ولدى العقلية العربية اختلافات مع العقلية الإسرائيلية نحن نحاول إيجاد حل لهذه الاختلافات وأن هذه ليست أولوية والأولوية هي إيجاد آليات تجعل الناس يتقبلون مبادئ السلام والتعايش ونحن نسعى لاكتشاف مواقع الخلاف بين جميع الأطراف جلالة السلطان أجرى محادثات مطولة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي هل تتوقع أن تؤدي هذه المحادثات إلى السلام؟ يمكن أن تؤدي ويمكن أن لا تؤدي هذا يعتمد على الجانبين وذلك بسبب الإرث التاريخي والمشكلة تكمن في الاحتكام إلى الجوانب التاريخية المتعلقة بالأرض وتاريخها عليهم توسيع هذه الزاوية الضيقة والخروج منها والنظر إلى المستقبل وعدم العودة إلى الماضي والسؤال الذي يطرح نفسه للطرفين كيف يريدون النظر لأطفالهم؟ هل هي ذات النظرة نفسها قبل عشر سنوات؟ وهم ليس لديهم إجابة لهذا السؤال لكن السلطنة لديها الجواب وهو التعايش مع بعضهم البعض من جانبه أكد سعادة مارك جي سيفرز سفير الولايات المتحدة لدى السلطنة أكد على عمق العلاقات التاريخية بين السلطنة والولايات المتحدة الأمريكية مضيفا أن السلطنة بقيادة حضرة صاحب الجلال استطاعت أن تكون وسيطا فاعلا في حل العديد من القضايا الإقليمية مؤكدا أن حضرة صاحب الجلالة دفع بالسلطنة نحو النمو والاستقرار منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد عمانو هي أحد أقدم الشركاء في الوطن العربي للولايات المتحدة الأمريكية وعلاقتنا تعود إلى عام 1830 للميلاد حد زار أول سفير عمانيينز نيويورك في عام 1840 للميلاد وكانت الرحلة طويلة عبر السفن نحن أصدقاء قدماء ولدينا حاليا اتفاقية لتجارة الحرة وهذا يسمى في دعم اقتصاد للبلدين والسلطنة شريك مهم ومتميز في حال المشاكل الإقليمية ولا شك إن صاحب الجلالة السلطان قابوس بسياسته الحكيمة استطاع أن يجعل السلطنة وسيطا فاعلا في حل العديد من القضايا والمشاكل الإقليمية حين يطلب منها ذلك النشرة مستمرة من مركز الأخبار وفيها بعد الفاصل بمشاركة واسعة من مختلف محافظات السلطنة وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي تواصل فعاليات مهرجان حمراء الدروع لمزاينة الإبل بمحافظة الظاهرة اشتركوا في القناة جلالة السلطان المعظم يتلقى برقية تهنية من المفتش العام للشرطة والجمارك بمناسبة يوم شرطة عمان السلطانية في حديث تلفزيوني لبرنامج هذه أمريكا والعالم مع اليوسف بن علوي يؤكد أن السلام هو فلسفة السياسة العمانية وشراكتنا تقوم على الصداقة مع الآخر دون التدخل في شؤون الغير أو السماح بالتدخل في شؤوننا مع اليوسف بن علوي يؤكد أن جواب السلطان حول قضية السلام في الشرق الأوسط هو التعايش ونشر مبادئ السلام وحل الخلاف بين جميع الأطراف سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى السلطان يؤكد أن قيادة جلالة السلطان الحكيم استطاعت أن تكون وسيطا فاعلا في حل العديد من قضايا المنطقة ويؤكد على عمق العلاقات التاريخية بين السلطانة والولايات المتحدة أصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص والاختناق اليوم خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في شرق قطاع غزة والضفة الغربية وتواصل مسيرات العودة احتجاجاتها وذلك لرفع الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ عام 2007 تواصل مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار فعلياتها للجمعة الحادية والأربعين على التوالي في ظل عدم التزام لاحتلال بما تم التفاهم عليه برعاية مصرية وأممية حيث شارك الآلاف من الفلسطينيين في المسيرة السلمية الممتدة على حدود غزة الشرقية بدعوة من الهيئة الوطنية العليا لإيصال رسالة الصمود والتحدي للاحتلال الإسرائيلي رغم كل إجراءاته وقمعه المستمر للمتظاهرين مسيرات العودة مستمرة متواصلة لن تتاجع لن نكل ولا نمل سنبضي على داب الشهداء على داب الأماجد مننا جميعا حتى يتم تحقيق الأهداف التي انطلقت من أجلها مسيرات العودة وكسر الحصار هو أولا كسر الحصار الظالم المفروض على شعبنا الفلسطيني وأصيب العشرات من الفلسطينيين بجراح متفاوتة شرقي القطاع جراء قمع الاحتلال الإسرائيلي لمسيرات العودة وبالمقابل دعت الهيئة الوطنية العليا لتفعيل سلاح المقاطعة الإسرائيلية عبر استراتيجية وطنية وعربية واضحة تحاصر كل أشكال التطبيع ورموزه في هذه المسيرة بالذات الحادية والأربعون والتي تحت عنوان مقاومة التطبيع ولكن الشعوب العربية لازالت تسندنا ونحن معها وهي معنا إن شاء الله حتى نحقق أهدافنا استمرار مسيرات العودة بكل عنفوانها وبرنامجها الأسبوعي وتدفق الجموع التائرة إلى مخيمات العودة هو تأكيد على إصرارها على تحقيق أهدافها المنشودة وتجسيد للصمود في وجه الاحتلال وفشل كل محاولات الحد من حضورها الجماهيري أعتقد مسيرات العودة ستستمر ما لم تحقق أهدافها وحتى هذه اللحظة لم تحقق إلا الشيء اليثير الذي يسعى عليه الشعب الفلسطيني ولا أعتقد أن أحد يمكن أن يجبر الشعب الفلسطيني على التراجع حتى الموت وكشفت الهيئة الوطنية العليا عن أنها بصدد استخدام خيارات نضالية جديدة هدفها الوقوف بحزم أمام الاحتلال الذي ما زال يمارس سياسة المماطلة والتسويف ويسعى لحرق الوقت للالتفاف على الحقوق الفلسطينية اليوم شعب الفلسطيني يؤكد أنه ماضي في مقاومته وفي نضاله حتى تحقيق ثوابته وتحقيق حقوقه اليوم مسيرات العودة أكدت وحدة الشعب الفلسطيني كل فصائل العمل الوطني والمقاوم تشترك في غرفة عمليات واحدة ومشتركة ضمن الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار اليوم شبابنا تعودوا أن يصلوا إلى هذه الحدود بدون أي خوف ويشارك الفلسطينيون منذ الثلاثين من مارس الماضي في مسيرات سلمية قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها عام ثمانية وأربعين وكسر الحصار عن غزة مسيرات العودة أفشلت كل توقعات إخماد شعلتها فهي بعد واحد وأربعين جمعة مستمرة ويزداد زخمها وتتطور أدواتها السلمية رغم كل التهديدات الإسرائيلية والقرارات الأمريكية مناحلس لتلفزيون سلطنة عمان غزة فلسطين أرابت اليابان عن عزمها في التوصل إلى حل سلمي لإنهاء نزاعها حول أراضي مع الجانب الروسي وقال رئيس الوزراء الياباني شينزوهابي أنه سيعمل على التوصل إلى معاهدة سلام مع الروس خلال اجتماع من المقرر عقده مع الرئيس فلاديمير بوتين هذا الشهر لبحث ملكية جزر الكوريل وتتنزع البلدان ملكية أربع عشرة جزيرة من سلسلة الكوريل التي استولت عليها القوات السوفيتية في الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية أودة أول عاصفة مدارية تجتاح تايلاند في ثلاثة عقود بحياة شخص بعدما وصلت للساحل الجنوبي لتقتلع في طريقها أشجارا وأسطح مبان وقال مسؤولون أن الرياح المصاحبة للعاصفة المدارية بابوك تسببت في أمواج مد عالية في خليج تايلاند ودد وصولها إلى منطقة باك بانانغ حيث سحقت الأشجار المتساقطة العديد من المنازل مسببة فوضى عارمة ونصحت السلطات التايلاندية السكان بالبقاء في أماكن مغلقة حتى تنقشع العاصفة معلنتان إغلاق بعض المطارات وتوقف حركة العبارات وفادت هيئة الأرصاد التايلاندية أن العاصفة بدأت حدتها تتراجع لتصبح منخفضا مداريا وننتقل للأخبار الاقتصادية مع الزميل أحمد بن راشد الهناي أهلا بكم مشاهدينا ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر مارس المقبل اليوم بدولارين واربعين سنة ليبلغ خمسة وخمسين دولارا واثنين وسبعين سنة للبرميل تجدر الإشارة إلى أن معدل سعر النفط العماني تسليم شهر يناير الجاري بلغ ستة وستين دولارا وثمانية وعشرين سنة للبرميل منخفضا بمقدار ثلاثة عشر دولارا واثنين وتسعين سنة مقارنة بسعر تسليم شهر ديسمبر الماضي عالميا ارتفع تسعار النفط وزادت من مكاسبها اليوم حيث ارتفع خام برينت أكثر من دولارين ليبلغ ثمانية وخمسين دولارا وخمسة سنتات للبرميل كما ارتفع سعر خام غرب تكساس دولارا وثمانية وخمسين سنتا ليبلغ ثمانية واربعين دولارا وسبعة وستين سنتا للبرميل ويعزى هذا الارتفاع الى بدء بعض الدول بتطبيق قرار منظمة أوبك القاضي بخفض الانتاج العالمي من النفط الخام وانخفاض المخزونات الامريكية بمعدل اربعة ملايين ونصف المليون برميل اغلقت بورصة توكيو للأوراق المالية اليوم على انخفاض حاد في اولى جلسات تداول هذا العام بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدتها بورصة وولستريت الامريكية وخسر المؤشر الياباني ستمائة وسبعة نقاط فاصل سبعة وثلاثين كما هبط مؤشر توبكس لوسع نطاقا ثلاثا وثلاثين نقطة فاصل ثمانية وخمسين وكانت الاسهم الامريكية اغلقت على انخفاض حيث خسر مؤشر داوغونز الصناعي القياسي اثنين فاصل ثلاثة وثمانين بالمئة كما تراجع مؤشر ناس داك لأسهم التكنولوجيا بنسبة ثلاثة فاصل أربعة من مئة بالمئة كشفت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي أن معدل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة تراجع في ديسمبر الماضي واحد فاصل ستة بالمئة ويأتي هذا الانخفاض بعد أن اقتربت الزيادة السنوية في تكاليف المعيشة إلى أدنى من اثنين بالمئة وهي نسبة التي يسعى إلى الوصول إليها البنك المركزي الأوروبي وشهدت أسعار الطاقة أكبر نسبة ارتفاع في ديسمبر بزيادة نسبتها خمسة فاصل خمسة بالمئة تليها أسعار اللغذية والتبغ بزيادة المتواضعة بلغت نسبتها واحد فاصل ثمانية بالمئة ختم النشرة الاقتصادية شكرا لحسن المتابعة في العاصمة المصرية القاهرة كرمت مؤسسة المنجزين العرب عددا من الشخصيات المتميزة في مجال العمل الاجتماعي والتطوعي خلال مؤتمر الإنجاز والإبداع الأستاذ نور بنت حسن الغساني رئيس جمعية المرأة العمانية في صلالة كرمت السلطنة ممثلة في الفاضلة نور بنت حسن بن سالم الغسانية رئيسة جمعية المرأة العمانية في صلالة ضمن فعليات مؤتمر الإنجاز والإبداع الذي نظمته مؤسسة المنجزين العرب في القاهرة يهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء على الإنجازات التي تحققت في الوطن العربي خلال عام 2018 في مجالات العمل الاجتماعي والتطوعية هذا التكريم يعني فعلا حافز وتشكيع وأيضا يعطيني دافع أني أتقدم في العمل وازداد من العمل وفخر لي وفخر لبنات عمان هذا الإنجاز العظيم أني أهدي لمولانا صاحب القلالة لأنهما الدافع الأول اللي فعلا أعطى المرأة حقوقها وزيادة ودفاعها للعطاء وصبحنا فعلا من النساء المرموقات على مستوى الوطن العربي يركز المؤتمر على قضية رعاية المواهب وتطوير الذات عند النشأ والشباب بجانب عرض سيار ذاتية لشخصيات مؤثرة وملهمة من ذوي الهمام والاحتياجات الخاصة بالنسبة لنا نجاح كبير أو أننا نعمل ألفة بين الوطن العربي في مؤتمر ما يعتبر مؤتمر رسمي أكثر من مؤتمر اجتماعي ومؤتمر خيري المؤتمر النهاردة هو المؤتمر الدولي الثالث للمنجزين العرب الإبداع والإنجاز والتميز العرض الإنجازات على مصول الوطن العربي تكريم الشخصيات المؤثرة اجتماعيا الحمد لله كان فيه إن شاء الله فيه اشتراك كبير للمؤتمر النهاردة من المقرمين ومن المنجزين العرب ويستضيف المؤتمر نخبة من المحاضرين والمحاورين يمثلون خبرات متنوعة من أكثر من تسع دول عربية بما يقرب من 250 مشاركا لتفليط الضوء على المبادرات الإيجابية التي حققت أهدافها المعلنة عند تتشينها كل واحد يعتمد على نفسه ويحدد إمكانياته اللي هو يشتغل بيها وخاصة فيه حاليا في دول أوروبا وفي الخارج كثير من أبناء الأمة العربية اللي هم علاقات سياسية واقتصادية مع آخذ القرار في هذه الدول وده لو حصل تنسيق لنهم وبين حكومتنا ممكن يساعدوا كثير جدا في نقل التكنولوجيا في فتح أسواق خارجية لمنتجاتنا مو شاعدت بلدنا داخليا وخارجيا على كل المجالات وقد شهد المؤتمر أكثر من 12 جلسة وورشة عمل تم خلالها مناقشة عدد من القضايا الخاصة برعاية المبدعين واكتشاف الموهوبين يأتي تكريم السلطنة في مؤتمر الإنجاز والإبداع ليؤكدوا قدرة أبنائها على تطوير وخدمة مجتمعهم في شتى المجالات من القاهرة سحر صبري تلفزيون سلطنة عمان والآن إلى جولة من الأخبار الرياضية مع مزون الحسنية شكرا سالم أهلا بكم مشاهدينا تفتتح غدا السبت في العاصمة الإماراتية أبو ظبي نهائيات كأس آسيا 2019 بلقاء يجمع صاحب الأرض المنتخب الإماراتي بشقيقه المنتخب البحريني لحساب المجموعة الأولى ويسبق لقاء المنتخبين بنصف ساعة حفل الافتتاح الذي سيحظى بتغطية إعلامية تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة حدثا استثنائيا غدا السبت في مساء كروي آسيوي سيجمع القارة الآسيوية على التنافس من أجل تحقيق اللقب القاري الصعب والتربع على العرش الآسيوي المنتظر والذي سيحظى بتغطية إعلامية واسعة لنقل الصورة بكل تفاصيلها لجميع أنحاء العالم ركلة البداية ستكون من العاصمة الإماراتية أبو ظبي وبالتحديد من أستاذ مدينة زايد الرياضية بلقاء يجمع المنتخب الإماراتي بشقيقه البحريني في مواجهة يسعى فيها الأبيض لافتتاح البطولة بفوز يكسب فيه النقاط الثلاث ويفتح له أبواب التأهل رغم غياب نجمه عمر عبد الرحمن المدرب الإيطالي زاكروني أعد العدة بشكل مثالي لتقديم مستوى كبير أمام المنتخب البحريني الساعي هو الآخر إلى تسجيل انطلاقة مميزة في البطولة القارية ومحاولة خطف العلامة الكاملة في أولى المواجهات رغم صعوبة المهمة في مقابلة صاحب الضيافة وسط الحضور الجماهيري الكبير الذي سيملأ مدرجات الملعب لقاء خليجي خالص ومهم لكل المنتخبين فالبداية بانتصار سواء للأبيض الإماراتي أو الأحمر البحريني ستمهد الطريق نحو العبور والخسارة في الافتتاح تعني دخول الجولات القادمة بحسابات معقدة خاض منتخبنا الوطني مساء اليوم آخر تدريب له في العاصمة الإماراتية أبوظبي وذلك قبل الانتقال غدا إلى إمارة الشارق استعدادا لمواجهة المنتخب الأوزبكي يوم الأربعاء القادم في مستهل مشواره في النهائيات الآسيوية المنتخب خاض حصة تدريبية وحيدة في الفترة المسائية شهدت حضور أعضاء من الاتحاد العماني لكرة القدم ووزارة الشؤون الرياضية وشهدت تدريبات الأحمر تواجد جميع اللاعبين الذين شاركوا في الحصة التدريبية كاملة عاد القائد أحمد كانو الذي تدرب منفردا هذا وتغادر بعثة المنتخب صباح الغد إلى إمارة الشارقة لإكمال التحضيرات النهائية التي تسبق اللقاء الافتتاحي أمام أوزبكستان أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم للطاقم الوطني بقيادة الحكم أحمد الكاف إدارة مباراة المنتخبين الأسترالي والأردني بعد غدين الأحد وذلك ضمن المجموعة الثانية من منافسات بطولة الأمم الآسيوية ويشارك الكاف في إدارة اللقاء المساعدان أبو بكر العمري وراشد الغيثي بجانب القطريين عبد الرحمن الجاسم وخميس المري كحكمين إضافيين هذا ويشارك أحمد الكاف للمرة الأولى في نهائيات كأس آسيا رفقة المساعد راشد الغيثي بينما يتواجد أبو بكر العمري للمرة الثانية حيث سبق وإن تواجد في نسخة 2015 بأستراليا أقيمت مساء اليوم مبارتان ضمن الجولة الخامسة لدور الدرجة الأولى لكرة الطائرة حيث تغلب نادي السيب على نادي قريات بثلاثة أشواط نظيفة بما يكسب نادي صحار مواجهته مع جاره نادي السلام بثلاثة أشواط لشواط واحد إلى الخبر الأخير تويجاء البرتغال كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي بجائزة أفضل لاعب لعام 2018 في حفل جوائز جلوب سوكر الذي أقيم في دبي وأضاف إليها جائزة أجمل هدف من اختيار الجمهور وتفوق البرتغال أفضل لاعب في العالم خمس مرات تعالى الفرنسيين أنتوان جريزمان وكيليان منبابي المتواجدين مع منتخب بلادهما بلقب كأس العالم ونال الفرنسي ديدي شامبا جائزة أفضل مدرب بعدما قاد منتخب بلاده إلى لقبه الثاني في كأس العالم كما اختير أتلتكو مادريد الإسباني الفائز بلقب مسابقة الدور الأوروبي كأفضل نادل نشاهدين وصلنا بكم إلى نهاية الأخبار الرياضية عودة الآن إلى سالم الرحبي شكرا مزون تواصلت بولاية عبري بمحافظة الظاهرة فعاليات مهرجان حمراء الدروع لمزاينة الإبل المهرجان يشهد مشاركة واسعة من مختلف محافظات السلطنة وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي تسعة أشواط مثيرة تنافس عليها ملاك الهجن بمحافظة الظاهرة على ميدان رفاش بولاية عبري في السباق الذي نظمه الاتحاد العماني للسباقات الهجن في محطته الثالثة على مستوى السلطنة وسباقنا اليوم كانت أربع سيارات لمحافظة الظاهرة فهناك الحقيقة مشاركة واسعة من ملاك الهجن بمنطقة الظاهرة فسباقات والله الحمد كانت مركزة في المحافظات وولاية السلطنة من بداية الموسم إلى الختام النصيبة وشاهين والشاهينية وراهي من الحقائق حصلت الناموس على أن تصدرت في أشواط السباق لمسافة ثلاثة كيلو مترات فيما حظيت الحذرة والكايدة من اللقاية بجوائز الأشواط لمسافة أربعة كيلو مترات والله يمثلنا شيء كبير عند هلنا وقدادنا كانا والحين الحمد لله هلنا متواصلين فيه وهذا الدعم اللي جينا دعم للماروث للماروث من الهالي والإقدار تجهيزنا هذا دعمك من يوم صغر علينا وصلنا للسن هذا كل تجهيز سنة ورا سنة ومتابعة والحلال الزين يثبت والحلال التعبار ما يثبت أشواط السباق كانت مليئة بالتحدي والإثارة بحجم المشاركات من النوق التي بلغت قرابة 700 ناقة والحضور الواسع من المهتمين بهذا المروث العماني الأصيل مسابقات قادمة سينفذها الاتحاد العماني لسباقات الهجن خلال الفترة القادمة محمد بن سعد العلوي من ميدان رفاش بولاية عبري محافظة الظاهرة وفي الختام هذا تذكير بالعناوين جلالة السلطان المعظم يتلقى برقية تهنية من المفتش العام للشرطة والجمارك بمناسبة يوم شرطة عمان السلطانية في حديث تلفزيوني لبرنامج هذه أمريكا والعالم مع اليوسف بن علوي يؤكد أن السلام هو فلسفة السياسة العمانية وشراكتنا تقوم على الصداقة مع الآخر دون التدخل في شؤون الغير أو السماح بالتدخل في شؤوننا مع اليوسف بن علوي يؤكد أن جواب السلطان حول قضية السلام في الشرط الأوسط هو التعايش ونشر مبادئ السلام وحل الخلاف بين جميع الأطراف سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى السلطن يؤكد أن قيادة جلالة السلطان الحكيم استطاعت أن تكون وسيطا فاعلا في حل العديد من قضايا المنطقة ويؤكد على عمق العلاقات التاريخية بين السلطن والولايات المتحدة شكرا لكم على حسن المتابعة وهذه تحيات الزملاء في مركز الأخبار في أمان الله اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم مشاهدنا آخر الصور الجوية توضع حزام السحب هنا شمال شبه الجزيرة العربية باتجاه الأراضي الإيرانية بعض السحب ولكن معظمها عالية الارتفاع تتدفق نحو المناطق الشرقية من شبه الجزيرة العربية بما فيها الأجواء الشمالية للسلطنة مباشرة إلى التوقعات للنهار القادم ونبدأ بحركة الرياح التي تستمر شرقية إلى شمالية شرقية على محافظة طيال وسطى وظفار ولكن خفيفة السرعة في حدود خمس عقاد البحر هادي الموج على سواحل السلطنة المطلعة على بحر العرب ويصل أقصى ارتفاع الموج متر وربع المتر ورطوبة نسبية تتراوح بين 65 إلى 90% على سواحل محافظة مسندم أيضا الرياح متغيرت الاتجاه خفيفة السرعة والبحر هادي الموج ورطوبة نسبية تتراوح بين 40 و70% وعلى سواحل السلطنة المطلعة على بحر عمان الرياح شمالية شرقية بين 5 إلى 10 عقد مع بحر هادي الموج ورطوبة نسبية تتراوح بين 55 و90% مع فرص لتدفق بعض السحب المخفضة لسيما خلال ساعات الصباح الأولى مثل ما يبدو هنا في مسقط ودرجة الحرارة العظمى حول منتصف العشرينات 28 درجة هنا في أروستاق بجنوب الباطنة وفي صحار بشمال الباطنة 27 مع بعض السحب المخفضة بين حين وآخر 26 درجة هنا في خصب بمحافظة مصندم مع أجواء مشمسة بشكل عام إبرا 27 والأجواء مشمسة وأيضا هنا في نزوة عند أواخر العشرينات فيما تبقى درجات الحرارة في حدوث 13 درجة هنا في جبل شمس 27 في عبري 28 درجة في محافظة لبريمي مع أجواء مستقرة بشكل عام إلى محافظة الظفار وفي صلالة 26 درجة مع أجواء مشمسة 27 هناك أيضا في ثمريت مع أجواء مستقرة وتدفق بعض السحب خلال ساعات الصباح الأولى هنا بالنسبة لمحافظة الوسطى مثلما يبدو في هيما وتبقى درجات الحرارة حول منتصف العشرينات أيضا هنا في مصير بجنوب الشرقية بعض السحب المتفرقة والحال ذاته بالنسبة للأشخرة وفي صور تبقى درجات الحرارة حول منتصف العشرينات إذن كان هذا كل ما لدينا من أخبار للطقس حتى الساعة أشكر لكم طيبة المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة